العبادة والخدمة لجام ويالله أبليكي للإسلام المروي عنه قوله ما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن العبد الخديم القائل وهو ينصح المريدين كونوا محبين الخيور لجميع خلق إلهنا المقدم البديع وبعد فيسرني أيها الإخوة الأفاضل والعلماء الكرام أن أشارك في هذه النجوة العلمية الفكرية المباركة في صالوني الولي محمد بن محمود محمودا تحت عنوان التسامح والتعايش السلمي في الفكر الخديمي والمنظمة على شرف الوفد الطوبوي برئاسة الشيخ محمد بن البشير بكي بن الشيخ عبد القادر بكي بن الشيخ أحمد بنبا الناطق الرسمي للطريقة المريدية يسرني أيها الحضور الكريم أن أشارك في هذه النجوة بهذه الكلمة التي تتلخص في النقاط التالية أولا تمحيد حول أهمية التسامح والتعايش السلمي في الإسلام ثانيا موقف الشيخ أحمد بنبا رضي الله عنه من السلام الذي هو منبع التسامح والتعايش ثالثا جهمية التسامح والتعايش في كتاباته رضي الله عنه رابعا مظاهر من التسامح والتعايش السلمي في حياته خامسا وأخيرا خاتمة في تمهيد هذه الكلمة نقول يعد التسامح وما يترتب عليه من التعايش السلمي مبدأ أصيلا من المبادئ التي دعا إليها الإسلام وحف عليها ووجه إليها فقد أكد القرآن الكريم أن الناس خلقوا ليتعرفوا خلقوا ليتعرفوا والتعارفوا إنما يكونوا تحت سماء التعايش السلمي قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكا وأمثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عنا الله أتقيكم إن الله عليم خبير والتعارف أيها الإخوة لا يتم إلا تحت سقف سميك من التسامح ولهذا نهى القرآن الكريم عن الأسباب التي تحول دون تحقيق التسامح في الأمم فنهى عن الصخرية واللمس والتنابذ بالألقاب وسوء الظن والتجسس والاغتياب ونحوها من مكدرات التعايش السلمي بين الأفراد والجماعات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم إلى آخر الآيات ودع الإسلام كذلك إلى ترسيخ أسباب التعايش من الصح والعفو والمغبرة والإعراض والإصلاح والإحسان والرفق والمعاملة الحسنة ونحوها مما لا ينمو التعايش السليم إلا في ظلالها الوافرة قال جل من قائم قد العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن تعفوا وتصفصوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وجذاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصله فأجره على الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيث كنت وأتبع سيئة الحسنة تمهغا وخالق الناس بقلق حزن سل من قطعت وأعط من حرمت واعف عمن ظلمت فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وهذه أيها الإخوة الأفاضل نماري قليلة من نصوص الكتاب والسنة التي تدعو إلى التصامح أحد أنواع مكارم الأخلاق التي من أجلها بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أما موصف الشيخ أحمد بنبا رضي الله عنه من السلام الذي هو منبع التصامح والتعايز فبما أن التصامح يمثل منزلة عالية في الإسلام كان الشيخ أحمد بنبا وهو القائد الرباني والمصلح الاجتماعي والعالم الديني الحامل لراية التجد والدعوة إلى الله بالحكمة والموعزة الحسنة كان يهتم به وبكل أسبابه ومنها السلام باعتباره الركيزة الأساسية والأرضية الضرورية للتصامح والتعايش السلمي فكان ينادي ربه دائما يسأله السلام والسلامة والبعد عن أسباب الفتنة والفرقة قائلا وليهب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة صافية اجعل سلامة تدوم يا سلام ليأولي العيال في دار السلام وبابن مسعود وجاه ابن السلام هب لي سلامة وحظة يا سلام ومن دعائي أيضا اللهم انك خدت الزمام إلى الأرض التي اخترتها لي وبنيت فيها داريني لأعبدك فيهما بالإيمان والإسلام والإحسان وسميتهما دار السلام وطوبى تبركا بهما فاجعلهما بفضلك وبجاه وسيلة إليك صلى الله عليه وسلم فالمتين غانمتين ومنها قوله قم الملامة وزد سلامة واشكر قلامة أصلحت حالي بلا ارتحالي بهدي عيالي بلا بكاء واجعل قلوبنا على التوالد بلا تنازع ولا تحاسدي ولا تخاصم ولا تدابري ولا تباغض ولا تنافري كان يدعى ربه أن يجنبها كل ما يسبب أو يكدر التعايش السلمي بين الأمم بين الأمة الإسلامية وإلى جانب المناجات والابتهاب كان رضي الله عنه يدعو أدبعه والمسلمين معا ويحفهم على التزام كل جالب للسلام والسلامة فيقول وأمرت كل من يدعي أنني رئيس بطاعة الله وطاعة رسولي عليه الصلاة والسلام وأن يترك ما يكسر خواطر أهل الأرض وغيرهم فإن السلامة والعافية خير من عكسهما هكذا كان يدعو الناس إلى السلام ومن أقوالها أيضا أن السلامة والعافية في الدنيا والآخرة يتولدان من نية الخير وقول الخير وفعل الخير وملازمة أهل الخير وقد جمعت في بيت واحد إندي وقل وافعل ولازم تسلم مكرما رمي العلاب كليمي فكذا كان يقول رضي الله عنه السؤال للمسيئين وليفارقهم ومن أقواله كذلك السلامة كلها في نية الخير وقوله وفعل ومن نوى خيرا أو قال أوفعله لأخه الخير فإنه يوجه إليه المكذائب وينال أن الخير معا ومن نوى أو قال أوفعل الشرا لخير فإن الشر يرجع إليه لأنه لا يجد مدخلا ولا مستقرا في الخير ومن وجه خيرا إلى المسيئ فإن الخير يرجع إليه لأنه لا يجد مدخلا ولا مقر في المسيئ فإنه مسيء لمسيء شرا أو قاله أو فعل فإن الشر يصيب ومعا لأن له مدخلا ومقرا في كل واحد منهما هذه من حكمه المعروفات والتصامح رضي عن في كتابات أيلان له وزن ثقيل وقسم كبير نجدها في كتاباته رضي عنه ومن يتعمل هذه الكتابات من قصائد ووصايا ونصائح يرى العجب العجاب من توجيهات وإرشادات نحو التسامح ولوازمه من خلال دعوات صريحة إلى حب الجميع والإحسان إليهم والعفو عنهم والإغضاء عن إساءاتهم والاستفادة من كل صالح واعتبار الآداب من النفس دون مطالبة الآخرين بها وترك المراء والجدال وإن كنت محقا فمن أقواله كونوا محبين الخيور لجميع خلق إلهنا المقدر البديع ومن أقواله واعفوا عن الذي جنى للحلم واتحدن في التماس العلم واصبر على السبب ولا تجب أحد وكن كما قال الأديب ولقد إذ التثاب مع التكاذب من أقبح الخصى لك التباغب ومن أقواله المشهورة فلا تعهدوا من رأيتم فهو يخرج لا إله إلا الله وكان يقول أيضا بل اعتبر من نفسك الآدابة ولا تطالبا به الأصابة حاول أن تكون مراعين لحؤل الحقوق ولا تطالب الآخرين بمراعة ما يجب عليهم وكان يقول فإن توجه إليكم من يريد المراء والجدال فإن كنتم على الحق فلا تجيبوه وإن لم تكونوا على الحق فتوبوا إلى عالم الغيب والشهادة يتوب عليكم ويستر عوراتكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وقد بين للناس الطرق التي تتسرب منها سمم العداوة والفتن وكان وكيف يتم سدها فقال إن حرقتك لهب المراء فاشف بماء السمت والإغضاء إن لدغتك أقرب الخصام فرقها بالعف والسلام إن ثاورتك حية العداوة فرقها بالنصح والسخوة هكذا كان يقول رضي الله وتعالى عنه أما مظاهر التسامح في حياته فلا يكاد يخزى أو يستقصى كان الشيخ أحمد بن مخدخل خكاملا في إنسانيته ربانيا في أحلاقه ناشئا على خب الله تعالى من أول نشأته مجبولا على محبة موجده مما أعقل عليه من حديث الصالحين كما فيلمنا للشيخ محمد البصير وكان متحليا على أكمل وجه بمكارم الأخلاق مكارم أخلاق لا تتم السعادة إلا بها ولا تقوم بولاية إلا عليها ومنها الحب والتسامح الذي كان شعارا له في كل علاقته مع الناس منذ نشأته وعليهما عاش معهم بعد إعلان دعوة إصلاحية المباركة في مكة دور وفي مكة بول ودار السلام وطوبا وهو في كل هذه المراحل يعيش مع مريديه وشعاره التسامح مع الآخرين وكان يوصيهم بضبط النفس والتزام الأدب حين بدأت ملامع الاختلاف مع العامة في التوجف والسلوك تزدار تبلورا واتساعا بالسبب هذا التمييز في الإرادة الصادقة والإقبال إلى الله بالكل وفي ذلك يقول لأحدهم ولازم الدهر آدابا عهدت بها ولا يعقنك عنها قال أو قيل هذا ونكتفي هنا بذكر بعض مواخف منه رضي الله عن تجسد فيها أو تجسد فيها التسامح في أعلى سوره وأسمى معاني ومن ذلك موخفه من أئمة الدين على اقتلاف مذاهبهم ومشاربهم فهو يحترم الجميع ويحب الجميع وينتفع الجميع ويدعو إلى ذلك الجميع قائلا فالعلماء موحدون خماة للشريعة المطهرة والأقتاب مخلصون مقربون ذابون عن الحقيقة المنورة المقدسة فاحترام الجميع لوجه الله تعالى متعين والتحاب بين العلماء رحمة الله عليهم حياة الشريعة المهمدية واختلافهم في المسائل تعلم وتعليم لا عداوة ولا تحسب هكذا كان يرى اختلاف العلماء في المذاهب أنها تعلم وتعليم وليس من العداوة في شيء وكان يقول وأما أحزاب الأقطاب ودعوات الصالحين فأذنت لكم جميعا في العمل بكل ما تيسر لكم منها حيث وجدتمه من هنا كان ينع على التعصب ويأمر المريدين بالانتفاع من كل ولي أينما وجدوه فهو شيخهم فلينتجعوا به حكذا كان يرى الناس ومن أقواله المشهورة فكل ورد يريد المريد لحضرة الله ولن يحدى سواء انتما إلى الجيلاني أو انتما لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب وكلهم يدعو المريدين إلى طاعة رب العصحيكما جلا بالاستقامة قلنا فلا تفخر أحد منهم ولا تنكر عليهم أبدا وكان يقول بالنسبة لأئمة الفقه أنهم أئمته أئمتي في الفقه مالك العلي والشافعي والشاذلي والحمبل وفي مشايق التجاني وفي مشايق التجاني كان يقول مشايقي سيدنا الجيلاني والشاذلي معه التجاني ومن المواقف أيضا ما تبناه من الجهاد العلمي الروحي في مواجهة العدو وفي ذلك يقول يا جملة قد سلفوا بذلاذهم من لم يكن ولد له أو والد وظننتموا أن المدافع عندنا والكل منكم دوقلا ويحاسد ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبده وهو الحامد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيم نشاهده ومن المظاهر أيضا ما فعله بأسلحة من تاب على يديه على يديه من الاستقراطيين كان عدد كبير من الملوك السابقين أسلموا على يديه وتركوا الملك وأهله ولكن لما جاءوا بأسلحتهم من الخشب والحديث قد صنع بها ألواها لتعليم القرآن الكريم وآلات لحرص الأرض وفلاحتها أخذ الأدوات الحديدية وسنع بها مهاريث للفلاحة وأخذ الخشب وسنع بها ألواها لتعلم القرآن الكريم هكذا كان يالأمور ومن المواقف أيضا التسمية التي أطلقها على أول رباط له بعد أن ضاقت به وبدعوته مبارك الأماكن التي سكنها سابقا وهي دار السلام لما بنى دار السلام وكان الناس يتهمونه بكل شيء باسم هذا الرباط أكد للناس أنه داعية السلام دار السلام السلام اسمه من إسماء الله تعالى السلام هي السلامة السلام هي العافية بهذا الاسم المبارك تحمل العديد من الدلالات ومنها أنها إشارة واضحة إلى سلمية دعوته وربانية توجهه وصنية نظوه هذا دار للسلام لله السلام فليس ملكا لأحد فلكل أن يسكن هذا الدار لأنه دار السلام هكذا كان يرى الأمر هكذا كان يرى الأمور فهو داعية السلام لا غير ودعوته رسالة محبة لا تحمل إلا الخير الجميع فلا داعية للخوف منها تحت أي داعي بمجرد أن يسمي رباطه الأول باسم دار السلام كان عرف الناس أن هذا الرجل رجل السلام رجل خير رجل عدل وليس إلا ومن المظاهر أيضا ما قام به من العفو العام والخاص وحتى الدعاء لأعدائه بعد أن عانى منهم ما عانى من ألم التغريب الذي يندى لذكره جبين التاريخ ويقشعر الجلد لفضاعته فقابل ذلك كله بصبر الجميل والعفو الكريمي فقال ليعلم كل من وقف على هذا الرسم أن كاتب هذه الورقة عفى عن كل من ظلمه وأنه لا يدعو على ظالم وأنه يستغفر لكل من تعلق به يستغفر لكل مؤمن تعلق به وأنه يحب لكل مؤمن لم يتعلق به ما يحبه لمن تعلق به هكذا كان يقول عفوت عن الأعداء طررا لما عاد من جمعه بعد حوالي سماء سنوات من التنكيب من التغريب من التعذيب من كل أنواع التأليم هكذا قابل هذه العداوة الشديدة عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيره سرمضا لست أدفعه ومن أقواله وكل من شتمني أو لا ما فهد له التوبة والسلامة هو لا يرد أظلم ولا يستم من يستمه ولكن يدعو لا له بالعودة فكل من أثى أظنه بي فليقل قلبه يا ربي هكذا كان يقول ومن مظاهر هذا ما قام به هنا هو هجم على منزله في دار المنان في الغيبة الثانية إلى الملتانية قبل الغيبة هاجم العدو منزله واتهموه بأنه يخفي فيها أسلحة ويستعد للجهاد هو هجم المنزل في دار المنان بحثنا عن أسلحة عن أسلحة أتهم بحياذتها فيه وحين كان العدو يضرب جدران المنزل بالصيوف ويفتش بيته في وقاحة نادرة كان الشيخ أحمد بنبر يكتب قصيدة مقيدة بحروف رحمن الرحيم وفيها يدعو مولاه بهدوء تام أن يرحم الناس الناس جميعا فيقول رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ رجل مظلوم يضرب بالصيوف جدار منزله ويتهم بكل شيء ويدعون الله أن يعفوا عن هؤلاء الناس أن يرحمهم هذا غاية السلام والكرم ومن أدعيته حط أمة المصطفى عن كل مفتدة والترحم الخلق يا من جدهم بداء يا مالك الملك يا من جل عن قودي ارحم جميع الوراء يا هاديهم رداء في هذا ظرف العصيب نظم هذه القصيدة في هدوء والمريدون يكادون يتميزون غيظا لشدة الألم ولكنه في هدوء انتام يدعون ربا أن يرحم جميع الناس هذا هو شيء الخليع ومن المظاهر ما قابل به إثاءة ذلك الرجل الذي حاول اغتياله داخل خيمته في هذه المنطقة أرض السالحين أثناء إقامته هنا في جنار أرض السالحين بعد أن كان قادرا على الانتقال منه لأن جساء سيئة سيئة مثها ولكنه عفى واصلح ومن عفى واصلح فأجله على الله وكان من نتيجة هذه المواقف الكريمة التي لا تتم إلا عن السيادة الحقيقية أن تحول أغلب أعدائه إلى مريدين الصادقين ومنهم ذلك الرقائد الذي كان على رأس من هاجموا عليه في منزله في ذلك المنهام صار من مخلص أباعه في مبهر بسبب هذه المقابلة حسنة أو محبين مخلصين له وبذلك يقول صلاحي بإصلاح وعف بلا ظلم دعا من قلوني لتبر وسلم وهو مصداق خولي بيت أبي الفتح البسي رحمه الله أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه وفي خاتمة هذه الكلمة رأينا خلال هذه سطر أن الشيخ أحمد بنبر قد اتخذ من التسامه مطية حقق عليها في دعوته وارث الكثير الكثير من النتائج الإيجابية ومنها تحول العديد من أعبائه اللدودين السابقين إلى أباع أو أحباء ومنها كثرة أتباع الشيخ ومحدي في الأماكن التي أقام فيها أو مر لها داخل البلاد وخارجها ومنها تمكن المريدين من نشر دعوته المباركة في الخارج ومن مظاهر ذلك وجود الكثاتيب والمدارس والمساجد والمكتبات التي أقامها أتباع الشيخ في أفريقيا وأوروبا وأمريكا ببئاسة ولده البار الشيخ محمد المصدى رضي الله عنه مع الأيام الثقاثية التي تنظم فيها ثانويا ومنها كثرة من يتنقل الإسلام من أولاد هذه البلاد على أيدي المريدين في وقت كانت الدعوة الإسلامية تعاني فيها الكثير من المشكلات والعقبات والعقبات هذه عصر من سبتمبر في أمريكا في ذلك العام نظم الشيخ محمد المصدى مسيرة سلمية للإسلام في ذلك المكان وهذا يحمل جلالات كبيرة ومن النفاج أيضا تحول مدينة طوبا معقل المريدية وعاصمتها الروحية إلى مركز روحي ثقافي يضم سنويا بمناسبة المدقل ملايين من المسلمين على اختلاف أجناسهم ومذاهدهم ومشاردهم تحت سقف من التعايش السلمي الذي تصده الوحدة والإخاء والعقاب هناك تجد المسلم السنية إلى جانب الشيعي والصوفي إلى جانب السلفين والسياسي الحاكم والمعارض يجلس الجميع تحت تاولة الوئام والوحدة هذا من نتائج هذا التصامع وهذا التعايش الذي أعطه الشيخ أحمد بمبا ومن نتائج هذه الجلسة المباركة التي يضم لفيفا من العلماء من السنغال من موريتانيا فرضي الله تعالى عنه إماما مجددا وخطبا ربانيا تحقق فيه قول حبيبه المصافي الشيخ سري بابا حين قال الشيخ أحمد نعمة أولاها هذه الخلائق كلها مولاها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة